طيب نخش في الموضوع اللي بعد كده اللي هو استيوبروسيز استيوبروسيز مقصود به مرض هشاشة العظام من اسمه كده العظام هتكون هشة طيب العظام دي انا وظيفته ايه وظيفته ان هي شهيلة جسم الانسان اصلا طيب لما يحصل فيها هشاشة يبقى انت متوقع ان الشخص ده ممكن يحصل فيه كسور فالخوف دايما من الاستيوبروسيز ان هو ينتج عنه كسور والخوف اكتر يعني لو واحد مثلا حصل له كسر في ايده او كسر في رجله مثلا ده بيعتبر كسر سهل هو ايه صعبه يعني هيمرمطه شوية بس استيل ان هو كسر سهل ممكن ان هو يتصلح ويبقى تمام اما الكسور الصعبة ايه بقى الكسور الصعبة ان هي كسر في منطقة الحوض يعني عظمة الفاخد دي ان اللي مسكه في منطقة الحوض دي تتكسر يعني الرجل بتاعت الرجل كاملة توقف او رجل الست توقف واخد بالك ده هنا بقى مش على قد مثلا كسر عظمة الساق او الكاحل او لا ده هنا ده انت جايب الرجل كاملة مكسورة من منطقة الفاخد من منطقة الفاخد اللي هي مسكه في منطقة الحوض يبقى ده كسر ايه كسر ميجور كسر كبير او ان الكسور تكون بقى بالسرعة البشأة ان هي تحصل في العمود الفقري يعني مش العمود الفقري ده عبارة عن فقرات فقرة فوق تانية فوق تالتة فوق الرابعة في فقرة من الفقرات تتكسر واخد بالك فده وارضه بيعتبر من الكسور الشديدة فاحنا لما بنقول مرض هشاشة العظام احنا بنخاف من الكسرين دول يعني الكسور التانية بنخاف منها بس مش بالخوف الكبير فاكتر حاجة بتخوفنا هي كسور منطقة الحوض وكسور العمود الفقري طب من اسم كده كلمة استيو بروسز يعني ايه الكلمة دي معناها ايه استيو يعني عظمة بروسز مقصود بها مسام او فتحات انت لو جيت تبص كده على العظمة الطبيعية خالص بتاعة الانسان وجيت عملت فيها خط يعني قطاع طول كده هتلاقي ان جوة العظمة من جوة في ثقوب كده او فتحات خدت بالك الثقوب والفتحات ديان بتكون في العظمة الطبيعية صغيرة اوي مع الاستيو بروسز بقى الثقوب والفتحات ديان بتوسع طيب لما توسع معنى كده ايه معنى كده ان الهيكل العظمي العظمي اللي حوالين الفتحات ديان السمك بتاعه هيقل طب لما السمك بتاعه هيقل يبقى يظهر هنا مرض الهشاشة والشخص بقى بعد كده لو شال حاجة تقيلة لو وقع لو اتضحرك كده وقع من على السلم ولا حاجة او هو واقف وقع من اي حاجة واخد بالك كده اذا واقع واقع شديدة شوية العظمة دي ما ادريتش ان هي تستحمل الواقع او الخط او السقوط في الحالة ديان اللي يحصل في الحالة ديان ممكن يحصل كسر بشكل كبير جدا هو ده الخوف الاساسي من مرض الاستيو بروسز بيقولك في مصطلح اسمه بون مينيرال دينستي بون عظم مينيرال اللي هو العناصر يعني دينستي اللي هي كثافة يعني كثافة العظام مقصود بيها عامل كثافة العظام بيقولك amount of mineral matter bear square meter of bones يعني قدي ايه كثافة الكالسيوم المينيرال هنا مقصود بالكالسيوم لان العظام بتتكون بشكل اساسي من الكالسيوم بيقولك قدي ايه كثافة الكالسيوم في العظام طول ما تكون الكثافة بتاعت المينيرال ديان آآ كثافة عالية معنى كده ان الثقوب اللي موجودة داخل العظام بتكون اصغر ما يمكن معنى كده ان متانة العظمة شديدة اما البون مينيرال دينستي لما يقل معنى كده ان الكثافة بتاعة الكالسيوم قلت معنى كده ان كثافة العظام قلت معنى كده ان الثقوب اللي موجودة داخل العظام مساحيتها زادت وكده بقت العظمة كأنها متفرغة من جوة مسوسة من جوة فتقدر مع اي كسرة مع اي واقعة مع اي سقوط من سلم تتكسر ويبقى الشخص يقدر يحصل كسر بشكل كبير اكتر كسرين بنخاف منهم هو كسر منطقة الحوض وكسر منطقة العمود الفقري طيب في مصطلح برضو اسمه تي سكور تي سكور مقصود بايه بيقولك ده يعني ايه الكلام ده بيقولك احنا هنجيب البون مينيرال دينستي بتاع سيدة هنحسبه لسيدة عندها تلاتين سنة من نفس الجنس ومن نفس مقصود بيها اللي هي السلالة البشرية يعني لو كان بشرة بيضة يبقى بتقارن بشرة بيضة بشرة بيضة بشرة سودة بشرة سودة بشرة سودة بشرة بشرة مكسيكية او بشرة بتوع الشرق الاوسط او بشرة اي حاجة منغولية اي المهم بتقارن بشرة ببشرة هو ده بيقولك هات واحدة عندها تلاتين سنة وشوف البون مينيرال دينستي واحدة سليمة صحيحة ما فيهاش امراض سلامة العظام بتاعتها زي الفل واحسب البون مينيرال دينستي وده هيبقى المرجع بتاعك ده الستاندرد بتاعك بقى وتقوم رايح على المريضة هو ممكن يصيب الرجال ممكن يصيب السيدات ولكن هو منتشر اكتر في السيدات زي ما وضحنا ان السيدات بعد سن اليأس بيكون الاستروجين قل بشكل كبير جدا في جسمهم والاستروجين ده ليه انابوليك افكت فمعدل بناء العظام بيقل فالسيدة ممكن يحصل معها هشاشة بشكل كبير برضو ممكن يحصل في الرجال بس مش منتشر يعني ولاي الاول انك تدائي راجل عنده هشاشة عظام هو منتشر جدا في السيدات فانت بتروح على السيدة مثلا عندها خمسة وخمسين سنة عندها ستين سنة وجاية تكشف عشان تشوف هل هي عندها هشاشة ولا لا فبيكون عندك مرجع بقى المرجع ده اللي هو بون مينيرال دينستي بتاع السلالات البشرية المتنوعة انت بتحسب البون مينيرال دينستي بتاع المريضة اللي قدامك وتقارنه بالمرجع اللي عندك يعني لو جالك واحد افريكان امريكان بتقوم حاسب البون مينيرال دينستي بتاعت العظام بتاعته وتقارنه بايه بالمرجع اللي عندك اللي هو سيدة افريقية امريكية بشرة سوداء عمرها تلاتين سنة صحيحة سليمة العظام بتاعتها زي الفل بتقارن المريض اللي قدامك بالمرجع اللي عندك عشان تشوف تحسب حاجة اسمها تيس كور طيب حسابات التيس كور ازاي مش علينا طيب حساب البون مينيرال دينستي مش علينا امال ايه اللي علينا احنا معلناش اي حية غير السطر اللي جاي ده بس ايه اللي علينا بيقولك لو جدت قارن البون مينيرال دينستي بتاع المريضة بالبون مينيرال دينستي بتاع السيدة اللي عندها تلاتين سنة وصحيحة من نفس السلالة البشرية ولقيت일 testcode طلعتلك بعد الحسابات طلعتلك 1 standard deviation يعني ايه كلمة standard deviation يعني الانحراف المعياري يعني ايه انحراف معياري ولا تشغل دماغي اما الي يشغل دماغك يشغل دماغك الرقم اللي قبل انحراف المعياري طب لاها تفصيلات ولاها توضحات ممكن اوضحلك بس في سياق تاني بخلاف المحاضرة دي يعني اعرفك ايه ولا انحراف المعياري وال testcode بتحسب ازاي والتطبيقات اللي ممكن تنزلها من على النت او تدخل على مواقع تحسب الكلام ده كله يعني فيه شغل فيه شغل عشان توصل للتيس كور مش علينا خالص اللي علينا لما تيجي تقارن نتيجة المقارنة النهائية اسمها ايه اسمها تيس كور التيس كور ده بقى بدك رقم الرقم ده لو طلع وذين واحد وذين واحد يعني ايه يعني وذين سلب واحد يعني هنا حط اشارة سلب تمام وذين ثلب واحد يعني ايه يعني طلع سلب واحد سلب تسعة من عشر سلب تمانية من عشر سلب سبعة من عشر سلب خمسة من عشر طول ما هو اقل من يعني اقل من سلب واحد في القيمة يعني اللي هو في الرقم اللي بعد السالب واحد او تسعة من عشر او تمانية عشر طول ما هو اقل كده يبقى في الحالة دي اني يعتبر ايه يعتبر نورمال وخلي بالك اينا فيه معضلة هتواجهنا دلوقتي تمام ركز معايا عشان الحطة دي هي دي لو فهمتها هي بتلغبط لو فهمتها خلاص ما عادش حاجة بتلغبة الثاني في الاستوبروسيس طيب يبقى ايه طولا ما هو القيمة أقل من واحد يبقى في الحالة دي نعتبر ايه تي سكور طبيعي ده نتيجة المقارنة النهائية بقى طيب افرط طلع ما بين سالب واحد حتى سالب اثنين ونص في الحالة دي بنسميها استيوبينيا استيوبينيا يعني ايه استيوبينيا مقصود بيه المرض ما قبل الهشاشة يعني ايه العظام لسه بتشاور نفسها انا هدخل على مرض الهشاشة ولا لا فالاستيوبينيا في حد ذاته ما يعتبرش مرض اما هو ايه يعني العصيفة ما قبل الهدوء ولا اسمها ايه يعني الهدوء اللي قبل العصيفة اللي هو مفيش مرض بجد ولكن لو الشخص لو السيدة فضلت على هذا الوضع في خلال شهور او سنوات هينشأ معها مرض الاستيوبينيا لذلك مريضة الاستيوبينيا احنا كبداية كده مش بنعليجها غير لما يكون في ريسك يعني لما هنحسب لها حاجة دلوقتي اسمها فراكسيسكور لما نلاقي ان الفراكسيسكور ده اللي هو احتمالية حدوث كسور في المستقبل عالية ساعتها بنعالج اما اذا كان عندها استيوبينيا واحتمالية حدوث كسور في المستقبل قليلة يبقى في الحالة دي مش هنعالج خالص اما الايه بتخليها بقى تاكل اكل صحي في كالسيوم كتير مش هاخد بالك اللي هو ايه يعني بتزبط خليها تاكل اكل صحي وتلعب رياضة بحيس ان هي تقوم من جسمها شوي بس اما هو في حاج ذاته ما اعتبرش مرض هشاشة في حاج ذاته مش محتاج علاج الا في حالات معينة طيب مرض الهشاشة الحقيقي بقى اسمه ايه اسمه استيوبروسيس ده بقى اسمه مرض الهشاشة وهنا هتلاقي ان انا كاتب لك لس زان سلب اثنين ونص هو المفروض ايه اذا كان اثنين ونص سلب اثنين ونص سلب اثنين وستة والعشرة سلب اثنين والسابع منعشرة اذا كانfreكذا في العالي كده يبقى في الحالة د shel ايه يعتبر ايه يvos تب هينا ليه كاتبها لس زان يعني هالك كلمه دى ان انا كاتبها غلط ماليه الزان مقصوض بقى ايه اقل من اثنين ونص اللي ليقع في دماغك ايه? اللي يقع في دماغك اقل من اتنين ونص يعني اتنين واربعة من عشر. اتنين. هنا بقى ان احنا بنتكلم بالسالب. اشارة الترميز هنا الترميز بالسالب. انت عارف بقى ان سالب واحد اكبر من سالب اتنين. ركز هي الحيطة دي اللي بتلغبط بقى. يعني ممكن اعيدها مرتين ولا حاجة لحد ما اتاكد انه كله فيها محل. طول اما احنا في الاشارة الموجب اتنين اكبر من واحد. تلاتة اكبر من اتنين. اربعة اكبر من تلاتة. ده بالاشارة الموجب. لما نخلف الاشارة نخلها بالسالب. يبقى سالب واحد اكبر من سالب اتنين. بالعكس بقى. سالب اتنين اكبر من سالب تلاتة. ما يغرقش بقى ان كلمة تلاتة او اتنين. فاللي يقع في ذهنك كده على طول ان تلاتة اكبر من اتنين. لا. حاسب. هنا الاشارة بالسالب. فلما اقول لك سالب اتنين ونص يعني اقل من سالب اتنين ونص مقصود بيها ان سلب اتنين ونص سلب اتنين وستة من عشرة سلب اتنين وسبعة من عشرة ان سلب اتنين وستة من عشرة اكبر من سلب اتنين وسبعة من عشرة فهو بيقولك اقل من اللي اقل منه يعني ايه وانت رايح للنازل للنازل يعني ايه ما هو سلب تلاتة في النازل عن سلب اتنين ونص سلب اربعة في النازل عن سلب اتنين ونص وهي كزا فهي كلمة لزان هنا صح تمام ده ده اللي يتحطي في دماغك ان هي ليس اقل من سالب اتنين ونص مقصود بيها سالب اتنين ونص سالب اتنين وستن وعشرة طيب ده بقى ايه ده الاستيبروس ده بتقول لي اذا كان سالب اتنين ونص بالزبط بالزبط يعني يعني له سالب اتنين واربعة ولا سالب اتنين وستة لا ده هو طلع لبالزبط المقنى سالب اتنين ونص في الحالة دي انا اعتبرها شاشة ولا لا نعم بتعتبرها شاشة بالزبط اما الاستيبوينيا مقصود بها ايه استوبانيا مقصود بها من سالب واحد وواحد من عشرة ما بين بقى ما بين سالب واحد ما بين سالب واحد وسالب اتنين ونص ايه اللي بينهم ابتداء من سالب واحد واحد من عشرة حتى سالب اتنين واربعة من عشرة من هنا الهنا ده يعتبر استوبانيا طب اذا طلع سالب واحد بالزبط سالب واحد بالزبط يعتبر طبيعي خلاص كده سالب واحد بالزبط ده نورمال تسكور امتى يعتبر استوبانيا ابتداء من سالب واحد واحد من عشرة حتى سالب اثنين واربعة من عشرة ده استيوبينيا ما قبل الهشاشة تابقوا استيوبروسيز استيوبروسيز سالب اثنين ونص بالزبط وما اقل وما اقل من مقصود به هنا بقى سالب اثنين وستة من عشرة سالب اثنين وسبعة من عشرة سالب ثلاثة اخد بالك اذا الحتة دي مفهومة واشارة السالب عمرها ما هتلغبطنا في حياتنا كلنا نكتب تسعة على الشات يلا يا شباب حلو الكلام طيب ريسك فاكتورز ايه الريسك فاكتور اللي ممكن يسبب مرض الهشاشة في السيدة قدامك قالك ان هي تكون في ميل مجرد ان الجنس اللي قدامك يكون سيدة ده على طول ريسك فاكتور يعني المان ده حاجة ندرة او غريبة او غير معتادة ان يحصل معه هشاشة زي ما قلت لك من شوية ان ممكن واحد يكون رجل اه سنه خمسة وستين سنة وسيدة سنها خمسة وستين سنة بتلاقي السيدة اللي سنها خمسة وستين سنة الهشاشة بتاعتها كبيرة عالية جدا والراجل اللي عنده خمسة وستين سنة تلاقي لس عظمه ماتين وسليم البشرة البيضاء اكتر يعني البشرة السوداء او السمراء ما بيكونش اه اقل ما يمكن ان هو يحصل معهم هشاشة او اللي هو التغذية بقى الغير صحية ده بيكون كلها عوامل بتخلي ان الهشاشة تظهر مع الشخص في بعض الادوية برضو اذا تم استعمالها بشكل كبير لفترات طويلة ممكن تسبب هشاشة زي الكورتزون والمقصود هنا الكورتزون اللي هو استعماله طويل يعني واحد مسلا استعمال الكورتزون لمدة اسبوع واشر ايام هل ده مشكلة لأ مش مشكلة اما واحد بقى بيستعمل الكورتزون لفترات زمنية طويلة لأ هنا المشكلة ممكن يظهر مع هشاشة او هبارين هبارين اللي هو بيسهل الدم برضو استعمال الفترات طويلة بتسبب انتكونفالسنت اللي هو ادوية الصرع برضو بتسبب اكسيسف ليبوسايروكسن اللي هو استعمال ليبوسايروكسن بكمية عالية برضو ده وعلى فكرة كل كلمة من دول تسأل فيها سؤال في الامتحان يعني قبل كده قالك في سيدة ماشية على هبارين انت متوقع الاثر الجانيبي اللي يظهر اكتر معاها فكان جايب لك اثار جانبية كتيرة كان من ضمن من ضمنها فكانت دي الاجابة الصح جايب لك اه قبل كده ادوية انتكونفالسنت اللي هو ادوية بتعالج الصرع وادوية الصرع احنا هنعرفها بازن الله تعالى في شرط النيورولوجي برضو يعني ايه ادوية الصرع بتسبب هشاشة جاب لك قبل كده واحدة ماشي على ادوية الصرع وبيقول لك الاثر الجانيبي ايه فكانت الهشاشة برضو ممكن تأجل المعلومة دي لما نذاكر النيورولوجي هتظهر معنا اوضح هناك استعمال ليفوسايروكسن اللي هو بيعوض مشاكل الغدة الدرقية برضو استعمالها كان برضو جالك قبل كده آآ سيدة بتستعمل ميتين مايكرو جرام من الليفوسايروكسن يوميا فا آآ وبتستعمل دوة تاني ودوة تالت وظهر معها هشاشة فبيقول لك مين من الادوية دول اللي كان سبب في الهشاشة فكانت الاجابة الصح جدا ان هي اكسيسيف لييفوسايروكسن هي بتستعمل ليبوسايروكسن بكميات كبيرة لإن الليستعمال الطبيعي بتاعه في اليوم أو المعتاد مش الطبيعي المعتاد يعني أنه هيكون بتركيز 25 في اليوم 50 75 بالكتير 100 يعني ده المعتاد إنه هو من 25% أما دي بتستعمل 200 مايكرو في اليوم آآ الاستعمال بالجرعات العالية دي ا بيكون لزروف استثنائية فهيا بتستعمله يوميا لفترات طويلة ظهر معاها شاشة هو ده الدواء المتهم وده سؤال مشهور جدا بيجي في البورد قولك مين الدول متهم في الاستيبولوسيز الاجابة الصح نهاية بتستعمل ليفوسايروكسن بجرعات عالية او الجونادو تروين ليزنج هرمون انا شرحها بازن ناتعالها في اه في الشابتر ده في موضوع في موضوع الخصوبة الادوية دي في حد ذاتها هي اي بتعالج الخصوبة وفي نفس الوقت الاستعمالات الطويلة بتاعتها ممكن تجيبها شاشة اه او الليثيوم اللي هو بيعالج المشاكل النفسية زي الاسكيزوفرينيا مثلا اه او البيبولر البيبولر اه برضو بيكون اه استعمال الشخص اللي عنده بيستعمل الادوية دي للفترات زمنية طويلة ففي الحالة ديا اه بيكون اه عنده مشكلة الهشاشة بعض ادوية الكنسر يبقى السطر ده كله حفظ لان السطر ده تسأل عليه قبل كده تقريبا تلات اسئلة في الامتحان سؤال قبل كده على الهبارين سؤال قبل كده على سؤال قبل كده على يبقى ااه saying يبقى اربع سئلة على السطر ده سئال relied syym قبل كده ان هو بيعمل هشاشة يبقى تخالي السطر ده في حد ذاته مهم جدا جدا رغم ان هو ممكن في الطبيعي انت تعدى عليه ما تاخدش بالك ان هو ده سؤال اامتحان ولكن هو ده سؤال اامتحان ومركرر بشكل كبير. طيب انت عاوز تعمل للمريضة اللي قدامك ديا ودائما انا بتكلم في بصيغة الانثى بصيغة الفيميل ليه لان المرض ده المشهور عنه ان هو بيصيب السيدات فانت عاوز تعمل السيدة اللي قدامك بتعمل يعني بتاخد الاشيعة بتاعتك زي الدول بتعمل او بتعمل 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 او تعمل حاجة اسمها تمام كل دي حاجات يعني الطبيب بيعملها عشان يقيم الحالة اللي قدامه تفاصيلها ايه او اللي يفيدك من وراها ولا حتى تعرف اسمها يعني كل ده مش يهمك كتير اللي يهمك كتير هو ايه بقى الفراكسي سكور ده لو تفتكر كده كنا بنقول ان في مرض او بين البنين كده اللي هو ايه استيوبانيا له نقدر نصميه طبيعي ولا نقدر نسميه مريض هجاش امال بنسميه ايه بنسميه استيوبانيا بين البنين طب بين البنين ده القاعدة ايه انه ما يتعليكش الا اذا الا اذا في خطر لحصول كسور في المستقبل طيب الخطر ده هنقيمه عن طريق ايه هنقيمه عن طريق ايه هنقيمه عن طريق ايه لا حسب بيقوم حاسب لك الفراكس سكور بقى طيب الفراكس سكور ده بيتنبأ بايه هو مجرد سكور تنبؤي بيتنبأ لك هل في العشر سنين الجايين احتمال ان السيدة اللي قدامك ده لو حصل لها وقع قوية حاجة تكسر كسر عنيف ولا لأ هو بيتنبأ لك بديه هل احتمالة الكسور في المستقبل عند السيدة دي بيقول لك بيقول لك هو الفراكس سكور بيتنبأ لك فايزا طلع التنبؤ عالي انه هو ممكن يحصل لك كسور في المستقبل يبقى انت بتعمل بتدخل بالعلاج بنية الوقاية هنا بقى بنية الوقاية انه ما حصلهاش هشاش تمام يعني هو تقريبا نفس العلاج يعني انت هتعالج بالزبط واخد بالك يعني هتعالج الاستيوبينيا كأنه استيغروسس بس انت نيتك في دخولك بالعلاج ايه نية طبية من وراء دخولك بالعلاجات انك تمنع ان الحالة تتطور له هشاشة العظام بس كده يعني ما بتدخلش العلاج بنية التريت منت بنية العلاج بقى ان في مرض بجد لأ بتدخل بنية انه هو يمنع لك ان الحالة تتطور له هشاشة العظام وان الحالة تتطور انه ممكن يحصل كسور طيب بيقولك امتى تبدأ علاج امتى بقى بجد احنا قاعدين نقول مرات نعالج مرات ما نعالجش يعني امتى بقى بجد نعالج قالك في ثلاث حالات ما لهمش رابع اول حالة يعني ايه اذا حصل كسر في منطقة الحوض او كسر في منطقة العمود الفقري في هذه الحالة لازم ان تدخل بالعلاج مباشرة مباشرة بغض النظر شوف بغض النظر التسكور بتاعك طلع كام يعني افرض مثلا التسكور بتاعك طلع سالب واحد واحد من عشرة يعني عالشعرة عارف انت اللي هو يعني ايه ممكن تقول استيوبينيا ممكن تقول طبيعية واخد دلك يعني هو ايه سالب واحد واحد من عشرة اللي هو عالتكة كده خلاص صميته استيوبينيا وحصل كسر في منطقة الحوض او منطقة العمود الفقري يبقى لازم هنا لازم ولا بده تدخل بالعلاج وطفر بقى التسكور بتاعك طلع كام طلع استيوبينيا طلع استيوبروسس طلع طبيعي ماليش دعوة طالما حصل كسر يبقى لازم ان تدخل بالعلاج من الاخر كده السؤال هنا بقى واللي بيخدع بها في الامتحان دايما وبيحب يجيبها يقول ما ايلك واحدة عندها استيوبينيا عشان بص بقى بيسبك الدور عليك هون هنا بقى ده السؤال من الاسئلة الخبيثة الحلوة في نفس الوقت يعني انت لو فاهم صح عمرك ما هتغلط يقول لك واحدة عندها استيوبينيا والتيسكور بتاعها سالب اتنين فانت بتقول ما ايه خلاص بقى ده هي استيوبينيا سالب اتنين ويقول ما ايلك كده في النص إن حصل لها كسر قبل كده في الأنكر حصل لها كسر قبل كده في رجليها مثلا رجليها بس كده ولا كسر في الحوض ولا كسر في العمود الفقري هل ديا ينفع تدخل معها بالعلاج؟ قال لك لا هنا بقى حاسب مش أي كسر والسلام كده يعني مش أي سيدة تتكسر تقوم داخل لها بالعلاجات لا 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 لو في كسر في منطقة الحوض فقط أو في منطقة العمود الفقري فقط دي تدخل لها بالعلاج لو قال لك بعدك كسرت في ايدها خمستاشر مرة في حياتها وكسرت في رجلها تلاتين مرة واخت بالك يعني قاعد يخوفك اللي هو يعني ايه بيقول لك ابدأ العلاج لأ انت ما يدحكش عليك ابدا انت بس بتبدأ العلاج في اول حالة امتى لو في كسر في العمود الفقري او كسر في منطقة الحوض اي كسر في اي حتة في الجسم تانية ولا تشغل بالك طب ايه الحالة التانية اللي بدأ العلاج قال لك لو 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 انت جيت تقارن اه وطلعت نتيجة وطلعت سلب اتنين ونص بالزبط او اقل ما احنا اتفانا هنا مقصود بها ايه او اقل يعني سلب اتنين وستة وعشرة واخد بالك كده يعني ايه يعني انت لما بتيجي تحسب ديا بتحسب لك يعني بتقيم لك عظام الحوض وضعها ايه وبرضو بتقيم لك عظام العمود الفقري وضعها ايه تمام اه فممكن شخص يطلع مثلا مثلا يعني في عظام العمود الفقري بينما في عظام الحوض يعني عظام الحوض بتاعته معنى الكلام ده ايه معنى الكلام ده ان عظام الحوض بتاعته الفراغات وسعت اوي وكتلة العظام بتاعته قلت اوي فمعنى كده احتمالية حدوث كسر في المستقبل عالية اوي بينما بينما عظام العمود الفقري لسه ماسك حالها واخد بالك فمش الشرط هنا بتاع عظام الحوض تطلع بالزبط هي نفسها بتاعت عظام العمود الفقري. ممكن عظام العمود الفقري لسه مسكح لها. بينما عظام الحوض آآ لا بدأت الهشاشة تنخر فيها. واخد بالك. فهو بيقول لك ايه? اذا سالب اتنين ونص او اقل. سواء في اي منطقة من اي منطق الحوض او العمود الفقري او في مقصود بها اللي هو ايه? العمود الفقري بس في منطقة الرئاب اللي هو برضو جزء من عمود الفقري. يعني يعني الحتة دي مش عظام تانية ولا حاجة لا ده هي عظام الرئابة اللي هي ايه? من ورا كده اللي هي برضو جزء من عمود الفقري. تمام? فبيقول لك اذا كان عظام العمود الفقري او عظام الحوض صالب اتنين ونص او اقل يعني كده وصلنا للهشاشة يبقى في الحالة دي اللي لازم انت عالك. حتى لو الشخص مش بيعاني من الام. حتى لو الشخص مش بيعاني من اي حاجة. هو المفروض الطبيعي ان الشخص بتاع الهشاشة ده مع اقل حركة يتعب ويعود. او جهده قليل. بيقول لك حتى لو هو جهده كويس. بس فيها لازم انت تعالج برضو. احنا ايه? انا دلوقتي انت لو فهمت امتى تعالج عمره ما يضحك عليك. هو هنا بقى. اضحكه كله لو انت فهمت غلط. انا قاعد من ساعتها ايجيب لك سيناريوهات كتيرة عشان تفهم الصحة ايه بالزبط. طيب. الحالة التالتة والاخيرة وما لهاش رابعة. بيقول لك ما بين سلب واحد وسلب اثنين ونص يعني ايه? يعني استيوبينيا. استيوبينيا وقال لك ايه بقى? استيوبروسيز ريليتت فراكشور اس جريتر تان عشرين في المية. يعني ايه الكلام? يعني بيقول لك انت جيت تحسب له تي سكور طلع استيوبينيا. استيوبينيا يبقى القادة كده انه هو ما يتعالجش. الا اذا خطر حدوث كسور في المستقبل عالي. طب خطر حدوث كسور في المستقبل ده بحسيبه بايه? قالك احسيبه بالفراكس سكور. بتحسب ازاي ما تشغلش دماغك. بس هو بتحسب. في طريقة الحسابة. حسبنا بالفراكس سكور طلع ان خطر حدوث كسر على منطقة الحوض واحد في المية. او اتنين في المية. قالك في هذه الحالة ما تبدأش علاج. امتى تبدأ علاج? ازا كان خطر حدوث كسر في منطقة الحوض تلاتة في المية. او اكتر. تلاتة في المية اربعة في المية خمسة في المية ستة في المية. برضو الفراكس سكور بيحسبها لك. الفراكس سكور بيحسبها لك عشان يشوف الخطر ده قد ايه? هو كم في المية خطر كم في المية هيحصل كسر في المستقبل فإذا طلع واحد أو اثنين في المية يبقى كده الخطر أقل ما يمكن عادي مش شرط تبدأ عليك أما إذا كان ثلاثة في المية بالزبط أو أكتر في منطقة إيه في تقييمك لعظام منطقة الحوض في الحالة دي لازمة تبدأ عليك أما إذا كان تقييمك لعظام الجسم كلها فيما فيها العمود الفقري يعني بيقولك هو يعني إيه تقييمك لعظام الجسم ككل بما فيها العمود الفقري طلع كام؟ طلع عشرين في المية أو أكتر على الفراكسس كور يبقى في الحالة دي خطر حدوث كسر في العمود الفقري أو في عظام أخرى من الجسم زي عظمة الصاق أو الإيد أو أي عظام عموما يعني خطر حدوث الكسر في العظام عموما طلع عشرين في المية أو أكتر في هذه الحالة لازمة تبدأ عليك طيب إذا كان الخطر في في العظام ككل بتاعة الجسم أقل من عشرين يعني طلع تسعتاش طلع تمنتاش خمستاش طلع ثلاثة في المية أربعة في المية في الحالة دي تعتبر أستوبينيا لا تحتاج لأي علاجة هم دول الثلاث سيناريوهات فقط للعلاج والسؤال هنا بييجي هو بييجي زاكي شوية وأنا قلت لكم الأفكار اللي بتيجي في الامتحانة هو خلاص كده انت معاك أسئلة الامتحانة يعني انت كده متطمن يعني منطقة اللعب فاتت خلاص بقى ما عادش فيه لعب هو بييجي منطقة اللعب ايه يوم يليك كسرت في اي حتة في جسمها وما يجيب لكش سيرة العمود الفقري ولا سيرة الحوض ويدحك عليك بقى عاوز انت ايه تبدأ لها علاج لا ما تبدأ لهاش لازب ان يكون الكسر في المنطقة دي أو دي أو يوم يليك أستوبينيا سلب كذا وكذا دي تبدأ لها علاج والفراكسيس كور بتاعك قليل لا ده برضو ما تبدأ لهاش اما اذا كانت سلب 2.5 او اقل سلب 2.5 سلب 2.6 سلب 2.7 سلب 3 سلب 3.1 سلب 3.5 كل ده لازب ان تبدأ لها ايه لازب ان تبدأ لها علاج مباشرة لو عرفت التلات سيناريوهات امتى تبدأ علاج بجد اكتب لتسعة على الشات يلا شباب احنا عاديين نقول من ساعتها هنبدأ علاج هنبدأ علاج هنبدأ علاج انفضل يا دكتور croc بس بسرعة اكتبوا سألك بسرعة عاديين نقول هنبدأ علاج من ساعتها ايه هو العلاج بقى اللي هنبدأه قالك الفيرستليين بيغدارا هي عائلة البيسفسفونيت البيسفسفونيت دي نفاه كذا دوع فيه الندورينيت ريس الدرونيت ابن درونيت زالي درونيك أسيد و ايتودرونيت كل دي أدوية موجودة في العائلة دي والعائلة دي تعتبر من العائلات اللي هي تستخدم طول مكيلية سليمة لو أقل من سلب 2 عموما أيضا علاج ولا في العموم لو أقل من 2.5 عموما أيضا أيضا علاج ولا في العموم هو لو سلب 2 بالزبط أو سلب 2.6 من 10 سلب 2.7 من 10 لازم يتعالج لازم بتسألك إذا سلب 2.5 هو أقل لازم يتعالج ما بنحسبش الفراكس هنا هتحسبه ليه أصل هو سلب 2.5 أنت إمتى بتحسب الفراكس الفراكس يحسب فقط وفقط في حالة الاستوبينيا كررنا المعلومة دي كذا مرة الاستوبينيا بس بتحسب له الفراكس ليه عشان تشوف احتمالية حدوث الكسور في المستقبل إيه عالية هتدخل بالعلاج مش عالية منتج داخل أما إذا وصل إن هو سلب 2.5 أو أقل هنا ما بتفكرش بتدخل بالعلاج مباشرة لا بتحسب فراكس ولا بتحسب أي حاجة بتدخل على طول بالعلاج أصله كاتب في الهب والفيمورال سباين لا 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 أصده هنا سلب آه تيس كور أصده في العموم آه لو أنت قصدك في دين آه ماشي أستوبينيا آه بس لو كان أستوبينيا بغض النظر عن أي أعظام في العموم ماشي فهمت سؤالك لو طالما قصد وبينيا خلاص لازم أن تحسب له الفراكس وتشوف بقى تقيم الدنيا فيها إيه طيب إحنا قلنا إيه قلنا الفيرستالين بتاعنا هو البسفوسفونيت ده الفيرستالين بتاعنا وده يستخدم لما بيكون الكليا سليمة طيب إذا كليا بيزة يعني كريتين كيليرانس أقل من 30 يعني إيه كلمة كريتين كيليرانس كريتين كيليرانس مقصود بيها تحديد وظيفة الكليا هي وظيفة الكليا المفروض المفروض أن الكليا تفلتر في الدقيقة الواحدة 120 ملي من الدم الكليتين الكليا دي والكليا دي تفلتر في الدقيقة 120 ملي من الدم زي سكور لأ زي سكور ده بقى سيبه ده موال تاني بقى دكتور هاشم بصه والموضوع فيه أبعاد كتير فالدكتور هاشم دلوقتي عاوزنا أن احنا ندخل في زي سكور لأ يعني ممكن إيه في السياق تاني بخلاف المحاضرة نشرحه ماشي حلو الكلام طيب طيب نركز بقى شباب حلو الكلام يعني إيه خلينا نركز في المحاضرة اللي عندي أنا عارف لو كل واحد سأل سؤال ممكن إحنا نقطع بقى خلينا نخلص موضوع الاستي بروسس كامل مكمل ونعرف إيه المهم ونعرف إيه بتاع الامتحان وبعد كده لو واحد عنده بقى إيه أسئلة برا المنهج ولا حاجة إحنا تحت أمره في أي وقت طيب يبقى خلينا إيه نركز في الكلام المهم بقى البسفوسفونيت يستخدم فيه الكليا السليمة الكليا السليمة المفروض إنه بتفلتر كل دقيقة مية وعشرين ملي من الدم ده الطبيعي إذا المية وعشرين دول قال له يعني عدد بتفلتر تسعين ملي ستين ملي تلاتين ملي خمستاشر ملي كل لما تفلتر أقل ده معناه إيه أه ده معناه إن الكليا معنش شغالة صح كده فهو بيقولك البسفوسفونيت طولا ما الكليا بتفلتر تلاتين ملي من الدم في الديقة الوحدة يبقى ده معناه إيه أه معناه إن الكليا ما بزيتش قوي هي طبعا تعتبر بايزة يعني كلياتين كليرنس لو خمسة واربعين لو ستين لو سبعين ما ده برضو يعتبر إن الكليا مش شغالة حلوة قوي يعني بس بيقولك إيه ما بيكونش ماتت بقى لما بيكون الكليا بتفلتر أقل من تلاتين ملي في الديقة هنا بنعتبرها بقى الكليا وصلت لحد صعب قوي لحد بشع والأصعب والأصعب إن هي تفلتر أقل من خمستاشر ملي في الديقة ده بنسميها الاند الاند ستيج رينال فيليار يعني الكليا وصلت للإند ستيج يعني خلاص تقريبا شبه ماتت شبه ماتت خلاص بقى يعني ده معناه إيه معناه إن معدل السموم هيرتفع في الجسد وهيدخل في موال كبير على فكرة إحنا أنا من حوالي شهر كده بلقت إن أنا حضر في النفرولوجي هنقول شوية كلام ومعلومات بإذن الله تعالى في شابتر النفرولوجي بإذن الله تجميع معلومات يعني عمرك ما هتلاقاهم الجماعة بالشكل اللي أنا هقوله بإذن الله تعالى في شابت النفرولش شوية معلومات حلوين قوي 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 ومقسمينهم حلوين قوي لإن الموضوع ده يعتبر من المواضيع الشائكة هو موضوع كلينيكل وما فيش حد بيحب يشرحه وأيام كلها ما تشرح لناش حلو أصلا وموضوع غامض يعني وظيفة الكليا دي في حد ذاتها موضوع غامض جدا جدا إن هي بتعمل إيه؟ يعني معلش تعالى لي كده الكليا بتعمل إيه؟ بتفلتر الدم؟ لا مش هتطلع نهاية بتفلتر الدم كده كلمة البسيطة السهلة دي أنا هتلاقي هتلاقي تشعبات كتيرة قوي 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 لإن الكليا بتتعامل مع كل حاجة في الجسم لاها علاقة بالهرمونات لاها علاقة بالقلب لاها علاقة بالسكر لاها علاقة بالكبد يعني الكليا دي عض وغامض بإذن الله تعالى هنقدم شرح فريد من نوعه في شابت النفرولش إن شاء الله تعالى بس خلينا كده على السريع نعرفك بس إن الكليا بتفلتر 120 مل في دقيقة لو أقل من 30 مل في دقيقة معنى كده إن إيه؟ معنى كده إن الكليا بدأ الطبوس جامد أوي لو أكتر من كده يبقى الكليا جاز سليمة أو بايزة بايزة حاجة بسيطة يعني فبيقول لك البسفسفونية لو الكليا سليمة أو بايزة حاجة بسيطة في الحالة دي استعملها أما لو أقل من 30 مل لو أقل من 30 مل في هذه الحالة إيه؟ بتروح بقى على الدوة التانية بقى اللي هو الدينوسوماب يبقى الدينوسوماب ده هو يعتبر first line only لو كده 20 كليرانس أقل من 30 لو الكليا بايزة بقى خالص يبقى في الحالة دي تستعمل الدينوسوماب يبقى الدينوسوماب ده هو ما بتفكرش فيه أبدا غير لما تكون الكليا بايزة طوله ما الكليا سليمة أهو أنت ماشي مع البسفسفونية لأن الدينوسوماب غالي غالي جدا البسفسفونية ده لو العلبة بـ 100 ريال الدينوسوماب ممكن يوصل 3000 ريال يعني ايه الكلام بيقولك هو بيقلل vertebral and hip fracture بيقلل معدل حدوث كسور في المستقبل في منطقة الحوض اللي هو الhip وهو في منطقة الفرتبرة اللي هو منطقة العمود الفقر يبقى الدواء ده ممتازة هو احنا عاوزين فيه أحسن من كده هيقلل لك حدوث الكسور في منطقة الحوض وفي منطقة العمود الفقر وبالتالي هيقلل حدوث الكسور فيه أي عظام تانية في الجسم أصلا يعني إذا أنت حميد الاتنين دول يبقى العظام التانية محمية بيقولك معدل إيه معدل إيبان دورينيت إيبان دورينيت ده بيقلل خدوث الكسور في منطقة العمود الفقري فقط بس كده أما باقي الحاجات بتقلل في العمود الفقري وفي منطقة الحوض لذلك إيبان دورينيت يعتبر مش حلو قوي هو لو كانت المشكلة على قد العمود الفقري هو حلو أما إذا كان على قد العمود الفقري والحوض لا في الحالة دي لا يفضل تماما وبتستعمل حاجة زي الألندرونيت طيب إيه الأثار الجانبية بتاعته بيقولك يعني بيقولك هو يعني أسوأ حاجة أسوأ حاجة بيعملها البسفوسفونين دي المشاكل على المعدة ده مشهورة جدا بقى إن هو ممكن يخلي السيدة بعد ما تاخده عاوزة تترجع ومقريفة واخد بالك فبيقولك إيه بعد ما بعد ما تاخد الحباية بتفضل لمدة ساعة كاملة ما تنامش ولا تتحرك حركة عنيفة بمال تعمل إيه قاعدة كده قاعدة عالكورسي وتتفرج عالتلفزيون لمدة ساعة بعد الحباية ومن حصن الحظ إن الحباية دي بتستخدم مرة واحدة في الأسبوع زي الألاندورنيت وفي حبايات بتستخدم مرة كل شهر فمعلش لما أنت تيجي في يوم من الأيام وتعمل تكنيك معين كده في حياتك عشان تاخد الحباية وتمر بسلام ما هوش حاجة صعبة يعني فتاخد الحباية وتفضل قاعدة كده على الكورسي تتفرج على التلفزيون لمدة ساعة ما تنامش ولا تقف تتحرك ولا تعمل حاجة في المطبخ ولا ترتب حاجة في البيت أهي قاعدة بس بقولك معادة المائية وطبعا قبل ما تيجي تاخد الحباية يفضل إن هي تتاخد برضو على معدة ما فيهاش أكله معدة فاضية كده باخد بالك كل ده بيقلل من إحساس الغثيان أو إحساس الترجيع وربما برضو سيدة تعمل ده كله وترجع في الآخر يعني وارد بس هو ده إيه محاولات إن إحنا ما ترجعش أو يحصل لها ألم في معدتها Laboratory Values يقولك الألندرينيت بيعمل إيه بيعمل هايبوكالسيميا لإنه بيسحب الكالسيوم من الدم ويرصبه على العظام فلنما أسحب الكالسيوم من الدم وحطه على العظام متوقع إيه إن مستوى الكالسيوم في الدم هيقل طب لما مستوى الكالسيوم في الدم هيقل الحالة اسمها إيه اسمها هايبوكالسيميا اللي هو انخفاض مستوى الكالسيوم في الدم برضو بيعمل هايبوكالسيميا لأنه برضو بيستغل الفوسفات برضو في بناء العظام فبرضو متوقع إنه هو هيحصل هايبوكالسيميا برضو من الأثار الجانبية الغير مشهورة والنادر حدوثها بس خطيرة اللي هي بص هو أنا متوقع من الألندرونيت إيه إنه هو يجمد العظام صح كده طيب افرض إن في عظمة من العظام حصل فيها نكروزيس نكروزيس يعني إيه يعني تحلل يبقى ده حاجة مش متوقعة حاجة ما تدخلش الدماغ ليه لإن أصلا بحط الألندرونيت لهدف إنه هو يجمد لعظام الجسم اسفجأة لقيت عظمة اللي هي عظمة الجو اللي هو عظمة الفك بيحصل فيها تحلل يبقى ده إيه ده حاجة ندرة وحاجة بخلاف المتوقع هو مواجدوا إنه هو بيعمل كده تقريبا بيروح على كدلة العظام بتاعة الجو بتاعة الفك ويقلل من البون منرالدينست بتاعتها فبيخلها قبلة للهشاشة بشكل كبير ووجدوا بقى الحشاشة دي بتحصل إيه أمتى أفطر دينتال بروسودور لما بيكون إيه لما بيكون عندها مشاكل في الأسنان وتروح لدكتور الأسنان تيجي تخلع درس تيجي تركب درس مش عارف تيجي تعمل إيه في عظمة الفك يقوم إيه الدكتور يجي يعني يزبط كده قعدة للسنة ولا حاجة يجي يعمل القعدة دي أنت لقي العظام تفتتت كده تمام ده اسمه إيه اسمه أستينوكروزيس وده حاجة بخلاف المتوقع الأستينوكروزيس ده على فكرة مشكلة كبيرة ليه بقى لإن السيدات بعد سن الخمسين لو ظهر معها هشاشة دايما 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 اللي بيظهر معها هشاشة بيظهر معها مشاكل في سنانها ده حاجة معروفة يعني فاللي بيظهر معها مشاكل في سنانها بتروح لدكتور الأسنان كتير طب بيفرض هي عندها هشاشة بتاخد أليندورينيت ورغم كده بتروح لدكتور هشاشة عشان يركب لها الدرس أو يعمل حاجة فوجدوا ان الموضوع ده ممكن ايه ممكن ان هو يحصل وبشكل خطير ان عظمة من العظام بتاعت الفك دي ان تتاكل ده شيء مش كويس وجدوا ان هي بتحصل اكتر واكتر مع مين بقى مع مرضى الكنسر مع مرضى الكنسر سيدة مثلا عندها سرطان وفي نفس الوقت بتاخد ده هشاشة وفي نفس الوقت عندها مشاكل فيه الأسنان لما بتروح عند دكتور الأسنان تلاقي بقى خلاص الموضوع بقى وصل زروته ان أسنانها مفيش مفيش قعدة للأسنان بتبدأ تتاكل وسنانها ممكن تقع كمان فتبقى ايه بتبقى حاجة باشا خالص فهو من الأثر الجانيبي الغريب والنادر ولازم ان الدكتور يعمل حسابه ان هو قبل لما يعمل أي عملية أسنان يتأكد من المريضة هل هي بقى لها زمن بتاخد ألندرونيت ولا لأ ده لازم الدكتور بتاع الأسنان يتأكد من حاجة زي كده طيب الألندرونيت الريزيدرونيت ده بستخدم حباية واحدة كل أسبوع الإبندرونيت بستخدم حباية واحدة كل شهر الزيلودرونيك أسد ده يعتبر حقنا ماهوش حبوب ولا حاجة ده عبارة عن حقنا وبتاخد خمسة ميلي جرام انترا فينسلي أنا ولي خمسة ميلي كل سنة تخيل بقى خمسة ميلي كل سنة على فكرة زي لازلودرونيك أسد إن شاء الله تعالى لما لما هيمر معانا في علاج الهشاشة مع مرضى الكانسر يعني إحنا معانا شابتر اسمه الانكولوجي الانكولوجي ده بنعرف فيه أدوية علاج الكنسر مرضى الكنسر في الغالب بيحصل معهم هشاشة تب بيحصل معهم هشاشة ليه؟ كل ده هنشرحه بالتفصيل هناك في الانكولوجي فإحنا بنستخدم لهم أدوية الهشاشة لما بتجي تستعمل الزيدرونيك أسد مع مرضى الهشاشة وهما مرضى كانسر في نفس الوقت بتستعمل الزيدرونيك أسد حقنا كل شهر بجرعة غير دي بينما الزيدرونيك أسد اللي بيستخدم لعلاج الهشاشة في المرضى العاديين اللي معندهم شي كانسر بيستخدم حقنا كل سنة ما فيش حد بقى ييجي وإحنا راحين نشرح الانكولوجي يطلغبط أنا لما نيجي نشرح الانكولوجي إن شاء الله تعالى برضو هنبهكم هقول لكم فكرين لما كنا بنقول في تاني شبط واخد بالك هتلاقيك يعني إيه هفكرك أنا بالمعلومة دي لو أنت نسيت أنا هفكرك لو كنت ناسي هفكرك إن الزيدرونيك أسد بيستخدم مرة واحدة كل سنة مع مرضى الهشاشة العاديين أو أو يعني إيه مش إحنا اتفقنا إن نيتك لما تيجي تعالج مريض الأستيوبينيا النية من جواك إن هي نية وقاية مش نية علاج قال لك افرض واحد أو واحدة عندها أستيوبينيا ونويت تعالجها بالزيدرونيك أسد هل هتعالجها بالجرعة العلاجية الكاملة اللي هي حقنا كل سنة ولا حقنا كل سنتين قال لك طالما هي أستيوبينيا ونويت تعالج هي ما وصلش أستيوبينيك أسد يعني الموضوع ما وصلش لزرويته يعني ده مجرد ريسك فاكتور إن في العشر سنين يجيين ممكن يحصل لها الكسور وممكن لا يعني الفراكسس كور ده مش شرط ده هو يديك احتمالية احتمالية في المستقبل ممكن يحصل لها كسور بنسبة 3% على 4% وفي نسبة 96% إن هو يحصل لها كسر أصلا واخد بالك فهو بيقول لك الاستيوبينيا آآ آآ والفراكس ده آآ ممكن تعالج بس بنيتك في العلاج ساعتها إن هي مقاية فلما تجي تستعمل حاجة زي زيدرونيك أسد ما تدهش بالجرعة العالية اللي هي حقنا كل سنة خليها حقنا كل سنتين وبرده زيدرونيك أسد لما بيجي تاخد حقنا ما بتاخدش حقنا كده زي حونة المضضة الحيوية تضربها في كده في نص دقيقة وتقوم خالع السرينجة من جسم الإنسان لا ده بتستخدم انفيوجن اللي هو تقطير على مدار 15 دقيقة بتفضل تدي الحون على أعلامه لخالص تمام استعمال بقى الديوريشن اوفيوس وسبحان الله الاستعمال بتاع البس في سونيد وده من الحاجات اللي انا بنبسط قوي وانا رايح اقولها يعني هي تدعو للإحساس بالفخر مش بالغرور لانا مبسوط من نفسي ان المعلومة دي انا شرحت تفاصيل عنها مش موجودة في الكتاب بس شرحتها بالتفاصيل كده وجبت تجربة والله لازم اقولك كده جبت الرفرنس بتاعي كان تجربة وشرحت للشباب قبل كده نتاج التجربة دي از فجأة از فجأة تلاقي الانتحان اللي جاي بعدها على طول بسألك في نتاج التجربة اللي انا جايبها لا هي موجودة في الكتاب ولا الكتاب ذكرها ولا اي حاجة بس انا وانا بذاكر لقيت ان التجربة دي حلوة والنتاج بتاعتها جميلة فهم تلاعرف الناس نتاج التجربة دي وتسأل فيها والحمد لله طلب اللي معانا حل السؤال وما حسوش ان السؤال غريب ولا اي حاجة على الاطلاق طب هي ايه بقى التجربة دي انت على كده ونقرأ ونعرف مع بعض دوريشن اوف يوز استعمال البسفوسفونيت بيقولك لما تيجي تستعمله استعمله من خمسة الى عشر سنوات تمام من خمسة حتى عشر سنوات يعني ايه يعني ايه الكلام بص بق يعني هو مرض الهجاشة مش بتعالج من اول تج لا يعني زي ما حصل على مدار سنوات بتعالج على مدار سنوات فلما بتيجي تعالجه انت متوقع ان انت بتقول بسم الله الرحمن الرحيم انا هعالج الحشاشة ده لمدة يعني هنفضل مكملين العلاج لمدة ثلاث سنين ده البداية بتاعتك يعني انت بتعرف كده المريضة العلاج بتاعنا هيستمر لمدة ثلاث سنين يا ستة ده بتجيب لها من الاخر كده بخلاف مريضة المينو بوز المينو بوز بتقول لها انت هتستخدم العلاج ده لمدة ثلاث شهور وترجع اللي نقيم لقيناها حلوة حلوة نوقف مش حلوة هنكمل ثلاث شهور كمان فهي عارفة من البداية ان ممكن ثلاث شهور ستة شهور تسعة شهور سنة بالكتير وتوقف اما مريضة الهشاشة لا بسم الله الرحمن الرحيم كده ثلاث سنين ده البداية طب افرض لقينا ريسبونس كبير بعد الثلاث سنين قالك وقف بس هنا التوقيف مش عشان نوقف اللي هو مش هترجع تاني للدواء قالك لأ وقف لمدة سنتين لان انت كده عملت ترسيب للكالسيوم على العظام بشكل كبير فاي نتيق اي دواء بعد الثلاث سنين مش هيفيك كتير عمال ايه قال لأ خد بريك سنتين كاملين ما تاخدش اي ادوية طب بعد السنتين بعد السنتين ارجع ابدأ تاني طب ارجع ابدأ تاني بقى اللي هو ايه ابدأ اكمل سنة ولا سنتين ولا ثلاث سنين زي ما بدأت قالك حسب برضو رأي الطبيب حسب رأي الطبيب المعالج يكمل سنة اثنين ثلاثة يعني حسب تقييمه للحالة فاذا كانت النتيجة حلوة بعد ثلاث سنين حلوة ايه واقف بس هولد يعني انت بتوقف بس الدواء ايه مؤقت توقف مؤقت لمدة سنتين لان وجدوا انك لو عملت بزيادة يعني لو ديت بزيادة طول السنتين اللي انت وقفتهم دول هنفترض مثلا انت ديت ثلاث سنين وصلت النتيجة حلوة اوي اوي وجيت بعد الثلاث سنين زودت كمان سنتين اخدان قالك النتيجة اللي بعد يعني طول السنتين اللي اخدان الزيادة دول فوق الثلاثة مفيش نتيجة حلوة يعني الحالة مش بتتحسن اوي 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 لا هي بتفضل زمهية على احسن حاجة انت وصلت له بعد ثلاث سنين عليك فقالك خلاص وقفت السنتين دول وبعد الثلاث سنتين ما يخلصوا ارجع تاني ابدأ لها ايه الدواء من جديد طيق ده ده السيناريو الحلو السيناريو التاني انه هو الاستجابة ما تمتش بعد ثلاث سنين او ما الاستجابة تمت بعد ايه اا بعد اربع سنين بعد خمس سنين او بعد ست سنين مثلا يعني قلنا وصلنا لست سنين علاج قرنه بقى التجربة اللي انا اجبتها لهم هي دي اللي تسأل فيها قرنه ما بين الناس اللي بيستعملوا العلاج لمدة ست سنين والناس اللي استعملوا العلاج لمدة تسع سنين عاوزيني يشوفوا الناس اللي فضل ياخدوا العلاج تسع سنين متواصلين حبة كل اسبوع لمدة تسع سنين انت واخد بلك يا مؤمن الكلام في ايه تسع سنين بتاخد كل اسبوع حبة وناس خادت لمدة ست ست سنين فقط كل اسبوع حبة او كل شارع او يعني حسب الفورمول اللي قدامك هي ايه او حقنا كل سنة ولا حي بيقرنوا ده وده فقالك ايه قالك وجدوا ان فايدة الدواء بتاع البسفوسفونيت بعد ست سنين تكاد تكون منعدمة شوف الكلام تكاد تكون منعدمة معنى الكلام ايه؟ معنى الكلام ان اللي استعملوا الدواء لمدة ست سنين متواصلين وصلوا الاعلى نتيجة اقدر اتلحى من الدواء ده اذا انت فضلت تستعمل الدواء بعد ست سنين الدواء مش هيفيدك اكتر من كده الدواء جاب اخره معاك اخر حاجة في تحلية وحلوة وتقوية العظام الدواء ده جابها معاك بعد ست سنين استعمال لذلك قولك ايه؟ اقصى مدة استعمال طبيعية ست سنين بعد ست سنين ما انتش محتاجه اصل لو فضلت تستعمله 3 سنين يبقى انت بتهلك 3 سنين استعمال دواء 3 سنين مرمطة وأثار جنبية للعيان وما فيش اي فايدة زيادة عن الست سنين يعني تخيل الفايدة بتاع الناس اللي عندهم 9 سنين بقالهم 9 سنين بيستخدمون للأدوية لان الفايدة اللي وصلوا لها هي نفس الفايدة اللي وصلوا لها من ست سنين وفضلة ثبتة 3 سنين كاملين بياخدوا الدواء بدون اي فايدة اضافية اللي فيهم الحد تاديا يكتب لي 9 على الشات هو بقى جي سأل ايه جي سأل في التجربة دي قالك الناس اللي بتستعمل الدواء بتاع البسفوس فونيت ايه من الجمل الاتية صح فهي ما قيل لك فكانت هي دي الاجابة الصح اني مفيش فايدة مرجوة من الدواء ده بعد 6 سنين استعمال هتفضل تهلك فلوس وقصار جانبيه على الفاضي بتحرق فلوس على الفاضي مفيش اي فايدة بعد 6 سنين طيب واحد يقول لي طيب السنة الستة اللي هو ايه واحد استعمل الدواء لمدة 5 سنين من 5 ل 10 يقولوا لحد 6 يا دكتور ليه كاتب ان مدته 5 ل 10 سنين احنا كاتبين المدة اللي هي اللي مكتوبة في البنفلت بتاع الادوية دي اللي هو من من 5 ل 10 بس كده تفاصيل المعلومة بقى ده كلمة اللي جايبها اللي الجايبها الجملة دي بقى محتاجة تفصيلات التفصيلات ديا انا بشرحها لك اهو انا بشرح لك التفصيلات اللي هو سأل فيها نيسا خالص الكتاب كاتب ايه وقاعد يجيب الكلام اللي انا بشرحه دلوقت لذلك ركزي في الكلام اللي انا بقوله احسن من اللي مكتوب لان اللي مكتوب ده انا جايبه من الكتاب اما اللي انا بقوله شافوا ده هو ده اللي تكتبه بخط ايدك هو ده بتاع الامتحان بقى حلو الكلام طيب فخمسة العشرة ده ده الرينج المتعاهد يعني ما واحد يجي يسألك كده في الطبيعي الادوية ده تستخدمه كام خمس عشر سنين ده الكلمة كده خمس عشر سنين تمام بس الكلام الصح بقى انه هو ست سنين اقصى استعمال بعد الست سنين لا مفيش فايدة طيب واحد يقول لي لحظة السنة الستة اللي هو تمم خلاص خمس سنين وداخل على يتمم السنة الستة الاخيرة بقى التكة الاخيرة دي قبل ما يقفل الست سنين هل بيستفاد من الدواء ولا لا قالك بيستفاد اقل استفادة يعني ايه يعني هو وصل فايدة حلوة عند خمس سنين والعظام جمدت لو انا زودت سنة ستة هل هيستفاد قالك هيستفاد حاجة بسيطة حاجة بسيطة بس كده ده بالسنة السبعة لو دفتها قالك مش هتستفاد غير حاجة مينيمال اوي لا تذكر يعني ايه يعني هل السنة السبعة ممكن تفيد قالك اه بس هي الفايدة بالمقارنة بالتعب والفلوس وفي البتاع لا تذكر وحتى لو استفادها مش هتفرق معاه في الكسور يعني حتى لو انا زودت السنة السبعة مش هحصل له كسر يعني اذا وقفت عند السنة مش هحصل له كسر تبو اذا زودت السبعة برضو مش هحصل له كسر بقالك تليت زود السبعة تمركز معايا يعني السنة السبعة لو زودتها ممكن تحصل على مينيمال افكت اقل يعني شع سن التحسن سنة بسيطة قالك السنة البسيطة دي يعني الكلينيجية المش مفيدة يعني مش هتفرق مع العيان اذا اضافت يعني افرد بقى يعني امتى تفرق ان التك كريا لو اضافت هتمنع كسر لا ولا ما وجدوها الشعاجة يعني هي تأثيرة بسيطة خالص شعرية كده في التحسن لذلك قالك السنة السبعة الثامنة التسعة بلاش منهم خلص اللي فيهم الموال ده بقى يكتب لي ثلاثة على الشهد الموال ده بتاع امتحان وش كده والله والله انا كنت شرح بالتفصيل كده هو بنفس التفصيل اللي انا قلته لكم ده قبل امتحانه والاول مرة يسأل في السؤال ده بعد اما انا شرح سبحان الله والموضوع ده حصل معايا اظن حصل معايا ست مرات قبل كده على مدار الثلاث سنين ونص اللي احنا شغالين فيهم حصل معايا ست مرات شرحنا معلومات من برا الكتاب بالتفصيل اس فجأة بتسأل فيها لان في معلومات كده والواحد بيحضر الموضوع المواضيع يعني بتاعت امتحان يعني في معلومة كده تغريني ان ديا بتاعت امتحان هي من شكلها كده هو بيحب كده والله انا بقرأ المعلومة امتقيل لا لازما ديا جيبها لهم كده اقولها في نص الشرح لينهمش مجول خلص في الكتاب ومعلومة بتاعت امتحان امتة ما صحيح يعني الواحد بيستعمل بيستفصيلة هفضل استعمله لامتة يعني وبعدين ستة طلعت ما تفرقش تسعة ما تطلعتش تفرق كتيرا عن ستة فخلاص عندي ستة وقف فما تكملش بقى عند تسعة فلو انت عاوز تعدل الجملة ديا بتاعت الكتاب عدلها ان الماكسيمام يوز متواصل ستة سنوات بدل من خمسة لعشرة خلي الماكسيمام متواصل ستة سنوات طيب اذا النتيجة الحلوة وصلنا لها بعد ثلاث سنين قالك وقف لمدة سنتين وبعد كده رجع كمل سنة سنتين ثلاثة حسب رأي الطبي بيقولك every five years of continuous use it is recommended to assess for esophageal cancer ممكن ان هو يعمل cancer في المريء cancer في المريء البسفوسفونيت ممكن ان هو يسبب الوضوع ده بعد اكتر من خمس سنين استعمال وده برضو ممكن يجيلك سؤال يقولك احنا بعد خمس سنين it is recommended to stop bisphosphonate او انك ما تكملش او انك تعمل منوتورنج الايه ليه خوفا من ايه ويوم ما يجيب لك كده انك خايف مثلا من bisphosphonate من الاثار السيئة على المعدة ولا من الاسفوجية والكانسر ولا من اسباب تانية فيكون الاجابة الصح انك كل شوية كل خمس سنين بتتابع معاه او روكومنت انك ما تزودش عن كده يعني الماكسيم خمسة ستة بالكتير قوي يعني عندي ستة ولازم ان تقف خوفا من ايه من الاسفوجية والكانسر ده ممكن يجي لك سؤال برضو خلي فيه خلي فيه دماغك طيب الدينوزوماب لسه يلينه حالا ده لو الكليا بايزة ساعتها بتستعمله في خلاف كده ما بتستعملوش عشان غالي بقولك يعني بيستخدم حقنا تحت الجلد يعني في السنة بياخد لحقنتين كل ستة شهور بياخد حقنا تحت الجلد بيقولك سيفتي اشوز بيقولك بوسيبل اوبورتيونيستيك انفكشنز سكين انفكشوز ستش از سولولايتس يعني ايه الكلام بيقولك احنا بنخاف من الدينوزوماب ده ان هو يسبب اوبورتيونيستيك انفكشن يعني عدوات انتهازية يعني ايه عدوات انتهازية الدينوزوماب ليه اثر جانبي وحش ان هو بيقلل المناعة بيقلل مناعة الجسم فلما مناعة الجسم تقل في عدوات انتهازية تنتهز فرصة ان المناعة بتاعة الجسم قليلة فتسبب عدوة فبنسميه هنا اوبورتيونيستيك انفكشن زي ايه ان البكتيريا في بكتيريا اصلا موجودة على ايدك ده بالطبيعة يعني موجودة على الجلد كده بالطبيعة موجودة حالا موجودة على ايدك في بكتيريا بيقولك اذا الواحد مثلا اتخدش خدش كده بسيط البكتيريا دي الممكن تدخل وتعمل انفكشن الفكشن ده بتاعة الجلد اسمها ايه اسمها سولولايتس فاشهر العدوات اللي ممكن تظهر مع مريض الدينوسوماب سولولايتس اللي هو عدوة بكتيرية تصيب الجلد من اثار الجانبية برضو بتاعته انه هو بيعمل هايبوكالسيميا لانه بيسحب الكالسيوم من الدم ويرصبه على العظام برضو هو يعتبر ده من ادوية الرمز يعني ايه ادوية الرمز ادوية الرمز دول في العالم او في امريكا تحديدا يعتبره حوالي 60-70 دوة الادوية دي وجدوا ان ليها اثار جانبية خطيرة تمام يعني الدينوسوماب لي اثر جانبي خطير بخلاف دول في حاجات كتير تانية مايهماتش وجدوا اه زي مسلا التريتونوين مسلا التريتونوين ده ليه اثر جانبي خطير ان هو ماينفعش يستخدم احنا تقريبا كنا شرحنا كلمة رمز ده قبل كده اه تريتونوين ماينفعش النوع يستخدم مع مرء الحوامل تمام فقال لك الادوية الخطيرة اللي ليه اثار جانبية خطيرة وفي نفس الوقت فعالة يعني هو الدواء سلاح زوح الدين ليه اثار جانبية خطيرة وفي نفس الوقت اه فايدة كلينيكية عالية وكويسة جدا فقال لك الادوية اللي 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 السلاح زوح الدين ليه هتهالي بقى هنا وحطها لفين حطها لفلستة سماء رمز ديا ماينفعش يصرفها اي دكتور ماينفعش يصرفها اي صيدالي ماينفعش ياخدها اي مريض غير تحت اشراف طبي كويس قوي عشان نضمن ان الفايدة عالية والضرر اقل ما يمكن فهو الدينوسوماب يعتر من ادوية الرمز التيري باراتايت التيري باراتايت برضو يعتبر خيار معانا بس امتى بقى بيقولك فيرست لاين اف التي سكور ليس زين سلب ثلاثة يعني ايه يعني لما يكون الهشاشة وصلت زروتها هي الهشاشة طول ما هي من سلب واحد لسلب اتنين ونص في المعقول ما قبل الهشاشة من سلب اتنين ونص لسلب اتنين وتسعة من عشرة هشاشة بس يعني تعتبر مرض هشاشة وحاجة خطيرة برضو اخطر من الاستيوبينيا بس يعني ايه مش الحاجة الخبيثة بقى سلب ثلاثة واقل يعني سلب ثلاثة سلب اتنين سلب ثلاثة ونص هنا بقى يعتبر بقى ايه اللي هي الهشاشة بالصورة القبيحة بتاعتها بقى فبيقولك الهشاشة يستخدم ان بيكون الهشاشة جايبة زروتها خالص ومتركزة فين؟ في منطقة الفرتبرة ومتركزة فيه العمود الفقر طب اذا كانت الهشاشة جايبة زروتها بس في منطقة الهب هنا بقى الحتة اللي باخدعك بيها في منطقة الهب هل ينفع الهشاشة؟ ما ينفعش لما يكون هشاشة وصلت زروتها سلب ثلاثة او اقل وفي منطقة العمود الفقري بس ساعتها بتستخدم التربرة طيب هبقولك هو بس بيفيد ان يمنع الكسور في منطقة العمود الفقري مالهوش اي تأثير ايجابي على عظام الحوض contraindication hyberCalcemia لانه بيجيب بيمتص الكالسيوم من الطعام ويرميه في الدم فلما يزيد او في الدم يبدأ ان هو يترصب على العظام ويبدأ يترصب اكتر على العظام العمود الفقري هو ده وظيفة طريقة عمله فهنا متوقع ايه؟ متوقع ان مستوى الكالسيوم هنا يكون عالي ده بعكس الاثنين اللي قابله الاثنين اللي قابله كانوا بشفوته الكالسيوم من الدم يحطوهم على العظام لذلك العلاج الاول والتاني شرط اساسي شف شرط اساسي انك تستخدم معاهم حبوب كالسيوم ما هو يسحب الكالسيوم من الدم يبقى انا كده هسبب للشخص ايه هيبو كالسيما يبقى انت لازم ان تعود الكالسيوم ده عن طريق ايه انك تدي له حبوب كالسيوم مع فيتامين دي لذلك دايما مرضى الشاشة بيكونوا ماشيين على دوين الدواء الاولاني لان ده اشهر واحد يستخدم اكتر حاجة في الدواء التاني حبوب كالسيوم مع فيتامين دي هما اللي الدوين دول يمشوا العيان بتوع الهشاشة احلى ما يمكن يبقى انت كده عملت معاه احلى واجه الواندورينيت مع حبوب كالسيوم وفيتامين دي زي الفول كده التيريبراطايد ما انت شمحتك خالص تدي كالسيوم فيه خالص ممكن يعمل ايه ممكن يعمل بون ميتاستيزيس وممكن يعمل باجت ديزيس باجت ديزيس وبرده ده جي سؤال من الاسئلة اللي قبل كده على فكرة هو التيريبراطايد موجود في الكتاب صفحة وانا بلخص الصفحة ديا الاخصتها في التلات سطور اللي قدامكم دول وقمت قايل وانا بشرح كده انا فاكر الجملة دي وانا بشرح وقمت قايل هو موجود عليه كلام كتير يا جماعة بس اه ومش كلام مهم قوي اهم جملة اللي هي في السطور دي بس لو حب يسأل ممكن يسأل هل هو ممكن باجت ديزيس ده اللي هو مرض كانسر يعني او بون ميتستيزيس اللي هو ممكن يجيب كانسر يعني هو يعتبر في حد زيت كارسينوجينيك يعني ممكن يسبب كانسر في الانسان فقمت قايل كده ممكن ممكن ان هو يسأل في الكونتر انديكيشن دي وانا جايبها لكم وهيا اه اعرفوها وسبحان الله برضو سأل فيها ساب الصفحة كلها والمعنوات اللي دا انا جايبها بالنص هو دا اللي اتسأل فيها كل المعنوات التانية اللي انا غضيت الطرف عنها وما جبتهاش مش موضع امتحان خلص فانا بقول لك يعني ايه انا بقول لك الكلام ده عشان اطمنك عشان اطمنك ان احنا فاهمين بتاع البورد بيحط امتحان ازاي فاهمين ايه بتاع الامتحانات وفي نفس الوقت بنقدم لك شرحة برضو كويس انك تكون فاهم الموضوع يعني تكون فاهم الموضوع حلو قوي ويعارف ايه اللي بحصل في البراكتس وفي نفس الوقت تضمن الامتحان ما احنا برضو عاوزين نعرف علم وفي نفس الوقت نضمن الشهادة بتاعتنا فانا بقدم لك اللي اتنين فالتيريبراطايد جاء قبل كده قال لك واحد عنده باجة ديزيز هو قال لك كده واحد عنده باجة ديزيز وعنده في نفس الوقت هشاشة وقال لك انت كصيدلي اتعرض عليك الحالة دي ايه انت رفضت استعمال التيريبراطايد لهذا المريض ايه السبب وجايب لك اختيارات لان التيريبراطايد مش فعال ولا لان التيريبراطايد ماينفعش عشان الاثار الجنابية بتاعت وحشة ولا لان التيريبراطايد كونتر انديجاتد في الباجة ديزيز عشان هو كارسينوجينك فكان دي الاجابة الصحة ان هو ممكن يسوق حالة الكنسر عند المريض ممكن يسوق حالة الكنسر عند المريض لذلك انت رفضت يا صيدلي استعمال التيريبراطايد ليه عشان هو ممكن يسوق هذه الحالة اذا الحتة دي انوضحة وضوح الشمس نكتب تسعة على الشات طيب اللي بعديه اللي بعديه اللي هو استروجين برجسترون ثيرابي وده لسه شرحينه حالا في الاستيوبروسز قلنا ايه في الاستيوبروسز في المينيبوز قلنا ايه في المينيبوز ان المينيبوز لو واحد لو سيدة مسلا عندها مينيبوز اعراض سنة اليأسة وفي نفس الوقت ظهر معاه هشاشة يبقى انت ممكن تدخل لها بدعوة واحد يعالج لك الاتنين هيوم وضبط لك المينيبوز وفي نفس الوقت يزبط الهشاشة لانه الهرمونات دي انت تعتبر انابولك بتساعد في بناء العزاب وده سؤال مشهور جدا يجي يقوم لك واحدة وعندها في نفس الوقت ايه احسن علاجي تدخل بي يعالج لك المراضين سويا فالإجابة الصحة هي استروجين بلاس برجسترون وطبعا طبعا اذا كانت السيدة دي شايلة الرحم هستروجتومي يبقى يكفي استروجين يبقى في الحالة دي ان استروجين فقط لوحده كده هيعالج لك المراضين المينيبوز مع الاستبروسيز مدام هي شايلة الرحم تفعلنا على الحتة دي كتير طيب الدواء اللي بعد كده اسمه كالسيتونين سالمون اللي هو الميا كالسين ميا كالسين تقريبا معرفش ودء على حد علمي تسحب من السوق معدش موجود يعني بس ستيل لسه موجود في كتاب البورد ربما هو ما تسحبش من امريكا ربما بس نعرفه كمعلومة ومش بتاع المتحان خالص الكالسيتونين هو ضعبارة عن بخاخ في الانف تمام بخاخ كده في الانف اللي بيدخل بقى عن طريق الشعارات الدموية اللي موجودة في الانف بيتم ايه بيدخل جوه الشعارات ويوصل للبلدستريم ويمشي في الجسم ويوم يضبط العزام طيب هو بيقولك ده مستلما لإيه بيقولك يعني ايه ده بتستخدمه فقط لما يكون سيدة حصل معاها في الفرتبرة يعني ايه يعني حصل معاها كسر والكسر ده كان نتيجة الضغط انت عارف كسور العمود الفقر بتيجي نتيجة ايه مثلا شلت حاجة تقيلة او وقعت وقعت كده على ضهرها كده واخد بالك فحصل ضغط فالضغط ده نتيج عنه كسر فيه فقرة من فقرات العمود الفقر حصل فيها كسر فمع الكسر ده بيكون فيه ألم شيء طبيعي جدا فبيقولك انت استخدم بخاخ الأنف ده يخفف القلم ده فالكالسيتونين ده استعماله نادر قوي يعني واحدة حصل معاها كسر والكسر ده حصل في العمود الفقري وانت بتستخدم ده عشان يخفف القلم اللي ناتج من الكسر واخد لبالك فالاستعمال بتاعه نادر بيقولك وبرضو لما بتجي تستعماله هم وجدوا يعني ان الاستعمال بتاعه بيؤتي ثماره أكتر مع السيدات اللي هو بعد سن اليأس ووجدوا ان هو عشان يدي المفعول بتاعه خمس سن استعمال يعني ده ملوش أي ستين نزمة طيب المجموعة اللي بعد كده اسمها إيه اللي اسمها سيرمس وبرضو سيرمس احنا لسه معدين عليها في موضوع الميني بوز طيب السيرمس ده فيه دوائين الدواء الأولاني اللي هو رالوجوزفين والدواء التاني اللي هو استروجين مع البازي دواجوزفين رالوجوزفين بتركيز ستين ميلي ده بيقولك ده بيعمل ايه بيقلل من خطر حدوث كسور في الفرتبرا في منطقة العمود الفقري ما بيقللش الكسور في منطقة الحوت الأثار الجانبية بتاعته ايه بقى؟ بيعمل 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 جلطات اللي رالوجوزفين خطره بيعمل جلطات الرالوجوزفين على فكرة من الأدوية المهمة وأنا جايب تلات أسئلة ببنك الأسئلة عليه على كام سطر دول وحفظتونا تعرف تجاوبل إن شاء الله اللي أنا عاوز أقوله إيه شبابة الحتة دي كويس إن هي جات قدامي اللي أنا عاوز أقوله إن احنا أثناء الشرحة بنهتم منك تكون فهم الموضوع قوي وعارف مواطن الأسئلة ركز معايا أنا بعرفك موطن السؤال إيه؟ يعني بعرفك إن المعلومة دي اضغط عليها واحفظها لأن الحتة دي موطن سؤال طيب بنك الأسئلة اللي احنا بنحطه بقى والكسز اللي بتنزل ده بقى السؤال بقى بشحمه لحمه قدامك بقى خدتيلي بالك يعني السؤال بشحمه لحمه قدامك وهو رأس السؤال بالأربع اختيارات فلما جيب لك السؤال وإنت بقى عارف إن المنطقة دي المنطقة سؤال وجيت شفت السؤال هنا بقى المعلومة بتثبت بسمغي في دماغك وعمره ما اتطير يبقى خلي بالك وإحنا بنشرح أنا بيركز لك بقى معرفك خلي بالك الرلاجزوفين ده أنا جايب لك عليه ثلاث أسئلة في بنك الأسئلة عشان نثبت المعلومة بتاعته حلو؟ طيب بعد كده لما تيجي تحل بنك الأسئلة هتلاقي السؤال بقى المعلومة اتبلورت في صورة سؤال في صورة رأس سؤال مع اختيارات هتلاقي المعلومة بقت حلوة في دماغك سببت اتماعك بشكل دي لذلك أنا بقول دايماً إيه؟ بنك الأسئلة محدش ياخده إن هو حاجة جانبية أو هامشية لأ ده اللي عايز يحفظ الشابطر بجد ويلزق في دماغه بجد ما ينسهوش تاني أبداً اللي هو سستند ريليز بقى اللي هو خلاص أنا ذاكرت الشابطر ده ده لازق في دماغي ستة شهور قدام مش هنساني تعمل حتى دي إزاي؟ إنك تذاكر وتعرف الشرح اللي إحنا قدمناه تفهمه كويس وأنا بشرح بعرفك مواطن للأسئلة إيه؟ تقوم داخل بقى على مواطن للأسئلة هتلاقي إن الأسئلة دي نسبتت لك الشرح بتاعي في صورة سؤال فبتقوم ثابتة بقى في دماغك زي الفل اللي ناوي يعمل الحركات دي بعد ما يخلص مذاكرة يحل الأسئلة عشان يثبت المعلومات يكتب لثلاثة عشات ها يلا يا أولا يلا شباب على بركة الله يبقى لطهار الجنيبية بتاعت الراليوكسفين إيه؟ بيعمل هود فلاشز ماصل كرامبس بيعمل تشنجات كده أو في العضلات وبعمل فيناس رومبومبلزم بيعمل جلطات في القدم أو جلطات في الرئة طبعا موضوع الجلطات ايه أنواحها والكلام ده كله ده شابتر كامل يعني ما فيش أنا بمور عليها مرور الكرام دلوقتي بقول لك جلطة في القلب جلطة في المخ بس كده بس لما أجي أشرح لك بقى جلطة القلب دين بتتكون إزاي؟ أنا أعمل لك ساعة كاملة ساعة كاملة شرح أعرفك يعني إيه جلطة في القلب فاللي دلوقتي الآن يعني هو مش فهم قوي يعني إيه جلطة في القلب مش فهمك لا إن شاء الله تعالى منوصل لشابتر الكارديو أنا أعمل لك شرح ساعة والله ساعة كاملة بفهمك يعني إيه كلمة جلطة في القلب فما تقلقش طولا ما أنت معاين هتكون فاهم كل حاجة بس العلم تراكمي يعني إيه تراكمي انت دلوقتي تعرفت حصلة معلومات في الشابتر اللي بعديه حصلة كمان اللي بعديه حصلة واخد بالك كل شابتر بتاخد منه حصلة معلومات العلم بيرتقي في دماغك واحدة بواحدة هتلاقي الدنيا حلوة في الآخر يعني إيه حاول إنك دايما تقول مقايل اللي ما فهمتوش المرة دي هفهمه في الشابتر اللي جاي طيب كونجيوجاتة استروجين مع البازيريكسفين إحنا لسه مرين عليها بقولنا إن الدواء ده ممكن يعالج المينيبوز وهو برضو ممكن يعالج إيه ممكن يعالج ممكن يعالج الهيف فراكشور للمعدل الكسور في منطقة الحود وفي منطقة برضو الاسباين اللي هو العمود الفقري برضو بس ليه أثار جانبية إنه هو بعمل هود فلاشز وهنا بقى الخدعة بقى إنه هو الدواء ده أصلاً كان بيعالج قبل كده الهود فلاشز ومن الأثار الجانبية بتاعته إنه هو بعمل هود فلاشز برضو فإحنا شرحنا الموضوع ده وعرفنا إن كلمة ميديوليتر هي السر في كلمة ميديوليتر برضو بعمل مصل كرامبس كده الحمد لله إحنا تقريباً خلصنا كل الأدوية اللي بتعالج الهشاشة ولم تركز معها بص كده هتلاقي إن البسفوسفونيت upgrade هو الفيرستلين بجدارة الكيلية سليمة اختار بسفوسفونيتم من غير ما تفكر خلص طالما المشكلة في الهب أو المشكلة في الفرتبرة اختر البسفوسفونيت من غير ما تفكر طولما الكيلية سليم إذا الكيلية مش سليمة اخترت دينيس هماب إذا كانت المشكلة في العمود الفقري و خطيرة وصلت زروتها ساعة هستعملت تري فروتايت طب اذا كان فيه مشكلة الحشاشة مع سن اليأس يبقى استعمل الاستروجين مع البروجسترون لو كان فيه انتاج تيوتراس او الاستروجين اونلي لو كان شايلة الراحة طب ام تستعمل الكالسيتونين سالمون البخاخ ده استعمله عشان اخفف الالام الناتجة من كسور العمود الفقر ما بتستخدمهش لوحده يعني ممكن تحط يعني تحطه على الاندورينات طب السيرميس السيرميس راليكزوفين وده بستخدم بس لما يكون مشكلة في العمود الفقري او الاستروجين مع البازدوكسفين وده ما يعتبرش ساكند لاين ده ممكن يعتبر سيرد لاين حتى وده بستخدم لما بيكون فيه فراكشور او لامبر سباين يبقى لو جيت تبص كده لو المشكلة في الحوض انت قدامك اتنين بس يلا هو البيسفوسفينيت او الدينيسومياب صح كده لو مشكلة في الحوض في الهب لان التيريبراطايد خاص بيه العمود الفقري الكالسوتون سالمو خاص بالعمود الفقري الراليكزوفين خاص بالعمود الفقري والاستروجين بروغسترون ما بتفكرش فيه غير لما بيكون فيها شاشة مع الميني بوز تمام فبرضه يعني اذا كانت المشكلة في الهب يبقى انت قدامك حاجتين البيسفوسفينيت لو الكليا سليمة او الدينيسومياب لو الكليا بايز طيب اذا كانت المشكلة في الفرتبرة في العمود الفقري يبقى انت برضه قدامك الاتنين دول هما الفيرستلاين اذا كانت الكلية سليمة البيسفوسفينيت هو رقم واحد او الدينيسومياب لو الكليا بايزة الا اذا يبقى البيسفوسفينيت هو معنا دايما رقم واحد حتى لو المشكلة في العمود الفقري الا اذا المشكلة وصلت لزروتها يبقى في الحالة دي ان الدكتور يقوم آيل خلينا ندخل بقى بحقنة التيريبراطايد لانها بتكون من الحقن القوية وخلي السيدة تاخد الحقنة دي ده لما بتكون ايه موضوع لهشاشة عالي اوي اوي طيب اذا حصل معها كسر في العمود الفقري ساعتها ممكن تاخد البخاخ ده عشان يخفف آآ الالاء طيب هل تستعمل الاستروجين مع البازوديكسوفين استعماله يعتبر سيردلين ما بفكرش فيه غير لما يكون انقطعت السبل بها في كل الادواء اللي فاتت ساعتها ممكن ان انا استعمله يبقى هي دي انخطة العلاج بتاعت الاستيبروسيس خطة سهلة جدا اذا كانت المشكلة في الهب يبقى انت قدامك اتنين مالهمش تالت يعني بيسفوسفونيت يا دينوثومات والبيسفوسفونيت هو الاول طوله مكيلة سليمة بقى ايزا خشش عالدينوثومات ده اذا كانت المشكلة في الهب اذا كانت المشكلة في الفرتبرا في العمود الفقري يبقى ساعتها برضو قدامك البيسفوسفونيت والدينوثومات هما دول برضو الاستيل هما دول الفيرسطلين لوكيلة سليمة الدينوثومات بتلجأ له لوكيلة بايزة امتى تلجأ للتيريبراطيد والعمود الفقري بايزة تلجأ له اذا كانت المشكلة في العمود الفقري تحديدا بسم في العمود الفقري فقط ووصلت زروتها اذا كانت المشكلة سلب 3 في العمود الفقري وسلب 3 في الهب يبقى انت لو استعملت التري براطايل انت هتفيد بس العمود الفقري مش هتفيد الهب يبقى ترجع للاصل بتاعنا اللي هو البيسفوسفينيت يبقى هو ده رقم واحد لان طالما فيه هب في الموضوع ما تفكرش خالص في التري براطايل يبقى لازم ان ترجع انك تعالج البيسفوسفينيت لانه هيفيد ساعتها الهب وهيفيد البرتبرا بس كده دي كل التريكات اللي ممكن تقابلك في حياتك في علاج الاستيبروسيس لو واضحة وضوح الشمس نكتب 9 لو واضحة وضوح الشمس نكتب 9 اخر حاجة بقى هي الادجونكتف ثيرابي اللي هو العلاج المكمل ايه هو العلاج المكمل كالسيوم مع فيتامين دي الناس سمعاني يا جماعة يكتبوا 3 لو الناس سمعاني يكتبوا 3 كالسيوم مع فيتامين دي زي ما احنا اتفقنا ان الدينيوسوماب والبيسفوسفونيت هو ده رقم واحد يعني اي حد بتعالج من هشاشة احنا بنفكر فيه البسفوسفونيت يعني انت لو جدت تفكر كده هتلاقي ان كل اللي بعد البسفوسفونيت كلام يستخدم في حالات مش كتيرة مش حالات شائعة يعني الدينيوسوماب بتستخدمه لما يكون فيه مشكلة كبيرة في الكالية ساعتها بتلجأ له بس التيريبراطايد بتلجأ له لما يكون مشكلة زروتها وموجودة بس في العمود الفقري الاستروجنبرجسترول لما بيكون مرضين مع بعض كالسيتون سلام لما بيكون فيه ألم مع كاسرة الرالوجزفين لما بيكون مشكلة في العمود الفقري او هنا ده يعتبر سير دلان ما بيستخدمش خالص يعني كفيرست او ساكن لو جدت بص كده هتلاقي اني الاصل هو يعني الوتد بتاعنا في علاج الاستروروسيت هو البسفوسفونيت سواء كانت المشكلة في الهب او في الفيرتبرا هو ده رقم واحد بجدارة يعني بجدارة اذا كان في الهب يبقى هو ده هو مفيش غيره هو الديني سبابس ايه ده بس ايه لو كيلة بايز هما الاتنين دول لو كانت الهب اما اذا كانت الفيرتبرا هو ورده بتفكر فيه رقم واحد او بتروح للتيري براطايت اذا كانت المشكلة صعبة او بس مقتصر على العمود الفقري اذا بس ده بشارت يعني انت ممكن يعني تسيب البسفوسفونيت وتروح على التيري براطايت ده بشارت مش كده اهلا لا 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 ده لما يكون المشكلة متأصلة في العمود الفقري وفي زروتها وعظام الهب كويسة سعيدها بتروح للتيري براطايت بس انا اكدت على المعلومات المهمة ها طيب الكالسيوم مع الفيتامين دي احنا تفقنا ان الديني سوماب والبيسفوسفونيت بيعملوا هايبوكالسيميا عشان بسحابوا الكالسيوم من الدم ويرصبوه على اللذاء فانا متوقع ايه بيقولك ههون هو بيستخدمهم اكتر مع البيسفوسفونيت والديني سوماب التيري براطايت بلاش منه خالص ما بتستعملش معاي كالسيوم مع الفيتامين دي طيب الجرعات ايه بيقولك الجرعات بالنسبة للرجل وبالنسبة ليه السيدة اذا السيدة واحد وخمسين سنة او اكتر بتستعمل جرع الف ومتين في اليوم اذا اقل من واحد وخمسين سنة يعني سنها خمسين سنة بالزبط خمسين سنة تسعة واربعين تمانية واربعين تستخدم جرعة ايه جرعة الف طيب اذا رجل وده نادر ان يحصل استيبروسس في الرجال ممكن يحصل مش نادر يعني ايه وارد ان هو يحصل بس مش شائع يعني خلي اللفظ الادق مش شائع في الرجال اذا كان سنه سبعين سنة او اكتر هيستخدم هنا الف ومتين لاحظ هنا ايه السيدة اول ما حصل معها شاشة عند سن الخمسين دخلنا بالالف ومتين واخد بالك انت شايف الفرق نلاحظ ايه اللي بيحصل هنا الرجل عند سن كام سبعين او اكتر بنفكر في جرعة الالف ومتين بينما لو اقل من سبعين بنفكر في جرعة الالف الالف دي اللي كنا بنستخدمها اللي اقل من سن خمسين سنة واخد بالك ايوا ده برضو بيفصر الحدد اللي احنا قلنا الرجل ممكن يكون عند سن خمسة وستين واعظمه لسه مسكح لها شوية بينما سيدة تانية عند سن خمسة وستين تلقى الهشاشة واكلف عظمها طب الفيتامين دي الفيتامين دي برضو ضروري طب واحد يوم يقول لي ايه فايدة الفيتامين دي بقى مع الكالسيوم مع الحاجات دي الحاجات دي بقى اذن الله تعالى يعني انا فارد لها كده باب لوحده في شابتر النفرولجي لان الكلية لما بتبوز ممكن يحصل هشاشة تمام فلما الكلية تبوز يحصل هشاشة ازاي الكلام بقى انا جايبه من اصله بقى يعني هفهمك الموضوع من النخاعة يعني ايه اللي بيحصل بالزبط بالزبط من جوه قوي يعني الفيتامين دي بيعمل ايه والكلسيوم بيعمل ايه ووظفة الفوسفات ايه والكلية هتعمل ايه والدنيا ماشية ازاي الحوار ده كله بقى بالتفصيل في شابتر نفرولج عشان ما ناخدش وقت هنا لان الشابتر بتاع الماند اومان مليان معلومات مش عاوز ان انا استغرق فيه شرح اه معلومات هي للفاهم حلوة ايه بس الامتحان مش بتاعت امتحان فانا قررت كده اجمع كل الحاجات على مدار المنهج وعملها في شابتر النفرولج لان زي ما قلتلك النفرولج رابط كل اعضاء الجسم ببعض فاي حاجة لها علاقة بالفاهم وكده انا عاملها في حوالي خمس ست ساعات فاهم فقط في شابتر النفرولج دول بقى يعني هدية حلوة كده انت تسمحهم على براحتك ممكن ما تسمحهمش اثناء الكورس تسمحهم بعد الكورس لو تفضي في الكورس تسمحهم دول لما تسمحهم الست ساعات دول بتاع نفرولجي مش بتوع متحان خالص نهائيا ولكن لما بتسمحهم هتفهم حاجات اه حلوة اوي اوي هتفهمك الجسم الانسان ده شغال ازاي اصلا من كل النواحي بقى الفيتامين دي بيزبر برضو الهشاشة الجرعة بتاعته قال لك سواء رجل او سيدة ازا كان العمر اه سبعين سنة او اكتر بتستعمل تمنمية واحدة دولية في اليوم ازا اقل من سبعين سنة بتستعمل ستمية واحدة دولية اه في اليوم من الفيتامين دي ده الجرعة سابتة سواء رجل او سيدة اه اما الجرعات تختلف من سيدة الى رجل تب تقول لي هل الجرعات دي حفظ اقول لك مالهاش حل غير الحفظ تقول لي ما اقول لي بتسأل في الكلام ده اقول لك نعم بيسأل فيها يعني ايه يعني ممكن يسألك سؤال كده هو على فكرة وده هيقابلك في بنك الاسئلة ان شاء الله تعالى هنمرنك عليه ان رجل عنده خمسة وسبعين سنة خمسة وسبعين سنة وبيقول لك في الخيارات هنستعمله الاندرونيت مع آآ فيتامين دي ستمية واحدة وخيار تاني هنستعمله الاندرونيت مع فيتامين دي تمنمية واحدة فانت لو مش حافظ كم وحدة صح للمرضى سبعين سنة واكتر هتطلقه بتقول ما ايه لانهاره بيد هي دي موضع سؤال اه موضع سؤال احنا وصفيتنا ايه ان انا انبهك على مواطن السؤال ايه وانبهك مواطن الفهم ايه وانبهك خلي بالك من ديا ويرم ديا ما تشغلش بالك بديا يعني ايه بنور لك الطريق وانت ماشي في البورد بحيس تكون بتذاكر على نور لان قبل كده لما كان البورد اول ما اتعرف من الفين وعشرة ما كانش حد عارف ايه ايه المهمة وايه المش مهمة يعني ممكن يبن قدامك معلومة ان هي شكلها حلوة ومهمة بس هي في الاصل مش مهمة لو الصوت وضع يا جماعة نكتب ثلاثة لو حد سمع صوتي يكتب ثلاثة يلا شباب لو حد سمع صوتي يكتب ثلاثة طب نوقف ونرجع يبقى تحفظ جرعات الكالسيوم مع الفيتامين دي الكالسيوم تحفظ كام واحد وخمسين سنة او اكتر الف ومئةين خمسين سنة احنا بنتكلم بقى خمسين سنة ب اقل من واحد وخمسين يبقى واحد وخمسين مش معنا صح كده خمسين تسعة واربعين تمانية واربعين تستخدم الف اما لو واحد وخمسين سنة بالarth ا golpe следующ من الف ومتين. طب الرجل سبعين سنة بالزبط او اكتر يبقى الف ومتين. اقل من سبعين يبقى الف. بالنسبة بقى للفيتامين دي سواء رجل او سيدة اهم حاجة عندنا السن. السن فوق السبعين تمنمية واحدة اقل من سبعين ستممية واحدة. بس كده. كده الحمد لله احنا خلصنا ايه? خلصنا موضوع الاستفروس. لو جدت بصت لايه موضوع سهل جدا وحل وجميل. المعلمات اللي فيه قليلة. هو للفاهم سهل في الفاهم. المعلمات بتاع الامتحان قليلة فيه. اهم حاجة على الاطلاق انا هعلم لك اهو ايه المهم? امتى تبدأ علاج? والدراجز اللي ممكن يسببه يبقى ايه? في الحتة اللي فوق دي اهم حاجتين السطر ده بتاع الدراجز وامتى تعمل امتى تعمل للثيرابي. تاني معلومة تعرفها ان البيسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفس التيريبراطايد مع العمود الفقري اللي حالته صعدة الاستروجين مع البرجسترون لما يكون في مينيبوز مع استرابروسيس الرالوكزوفين تعرف انه ممكن يعمل جلطات وبيعمل هود فلاشز وجرعات الكالسيم مع الفيتامين دي معلومات كلها سهلة وبسيطة متاخدش منك ربع ساعة بالكتير وتكون حافظها زي اسمك لو كله تمام وحاسس الموضوع سهل وتلمي في دماغك كلنا نكتب تسع على الشات يلا شباب كله نكتب تسع كده طيب كده الحمد لله خلصنا الموضوع التاني الحمد لله